تأهباً لوقوع هزات أرضية وزلازل محتملة في إسرائيل يتوقع الجيولوجيون أن إسرائيل بحاجة إلى عشرة مليارات دولار للاستعداد الكافي لزلازل محتملة في البلاد بهدف تعزيز المباني التي يعود تاريخها إلى ألاف السنوات أنه البلدات العربية وخصوصاً البيوت القديمة يعنيها من ناحية اليوم بيوت التي هي قبل السنوات الثمانين أو قبل سنوات منتصف السبعين قد تكون ذات بنية تحتية ضعيفة وقد تكون معرضة أكثر من البيوت التي تم إنشاؤها حديثاً بلادنا كونها تقع على الشق السؤول الأفريقي فيها معرضة أكثر من غيرها من مناطق ومواقع جغرافية أكثر أما بكل ما يتعلق في جهازية البلدات العربية نعم هناك بيوت قديمة وهذا الأمر أيضاً في البلدات اليهودية هناك بيوت قديمة معرضة يعني حسب تقريب مراقب الدولة الأخير فهناك ما يقارب على 60 ألف بناية يعني عبارة عن 600 ألف بيت معرض إلى انهيار في حالة وقوع هزة أرضية تخوفات مستمرة بسبب التوقعات الصادرة حول تعرض إسرائيل إلى زلزال كبير في السنوات المقبلة حيث بدأت التحضيرات والتدريبات حول السيناريوهات المحتملة ومن المقرر أن تجري سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن الإسرائيلية تمريناً يجتمل على تلقي المساعدات الدولية في حالة وقوع زلزال في إسرائيل البلدات العربية بلدات اللي بنيت بشكل تراكمي فيها المركز البلدات اللي هو البلد القديمي أول فيها اللي جزء منها تم تحديثها البلدات العربية بنت بشكل غير مخطط بشكل رئيسي السابق وفي بعض المباني اللي بنيت فيها بطريقة ربما عشوائية ربما بسرعة وذلك هي مش جاهزة كفاية لحالات لما بتكون فيها الزات أرضية أو بتكون عندك أزمات بيئية وجودة كبيرة تغيير مناخ ولذلك في حاجة للمبادرة من أجل مسح هذه المباني اللي معرفة وضيتها هاي بتطلب من العمل من السلطات المحلية من الحكومة وخاصة من أصحاب البيوت أنفسها لازم يكون عندهم الوعي أنه كيف يتعملون يتزايد الحديث في الأوينة الأخيرة عن حدوث هزات أرضية من المحتمل أن تضرب البلدات العربية وخاصة أن معظمها غير مهيئ لهزات أرضية وذلك لعدم جاهزية البناء في البلدات العربية من امتصاص ضربة قد تحدث في البلاد الأمر الذي بات يثير قلق الخبراء الذين دعوا إلى إيجاد الحلول وسبل الوقاية في تحصين البناء وتدعيمه بما يتناسب مع معايير الأمن والأمان